بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم دلوقتي على البلان الانشائي طبعا احنا خلصنا خلاص ازاي بنرسم بلان معماري وايه التفاصيل اللي هي بتبقى موجودة فيه دلوقتي بقى نخلص البلان الانشائي مع بعض اول حاجة عايزك تعرفها طبعا في النظام او السيستم اللي احنا شغالين فيه في تانية مدني اللي هو اللي هو كل حيطة تحتها قامرة قاعد الانشائي بتاعتك اللي لازم تحفظها هنا ان ايه بنضع تحت كل حيطة قامرة تحملها يعني الحيطان اللي عندك في القوضة مسلا لو عندك ايه السيستم اللي عندك في المبنى فيه كاميرات هتلاقي ان كل حيطة لو جدت هد كده الحيطة دي هتلاقي ايه فيه كاميرا كده مستخبية في الحيطة تمام فدايما بنحط كل حيطة تحت كل حيطة ايه كاميرا بتشيلها طيب كويس يبقى هنا عندي لما كان البلان المعماري بالمنظر ده ايه دي البلان المعماري او انا هشتغل على نفس البلان المعماري ده وحوله بلان ايه انشاء اماكن العمدان اللي انا كنت مكترحة خلاص هسيبها زي ما هي يبقى اللي اربع عمدان دول هم اللي هم متهشرين دول موجودين عندي زي ما هم في نفس ايه مكانهم طبعا بنفس المأسايا بنفس كل حاجة تمام ايه كمان سمك الحيطة دي طبعا خطين الهمة دول دول ايه حيطة طيب الحيطة دي انشائية ولا غير انشائية ها تكر معايا هي شايلة حمل لا مش شايلة حمل خلاص يبقى حيطة غير انشائية يعني هي معمارية يعني لما جرسم في البلان الانشائي ما باينهمش خلاص هم مش باينين معايا لان هي حاجة مش ايه ما تهمنيش في البلانات الانشائية خلاص يبقى ان دلوقتي الحيطة مش هرسمه طيب خط بالك بقى فاكر في اول حاجة خالص او اهم فرق من البلان الانشائي والبلان معماري قلت لك ايه انا بقطع في منسوب نص الدور ببص الفوق ايه بقى رسم بلان ايه انشائي ببص التحت ارسم بلان ايه معماري طيب حلو اولا لما بص الفوق انت لو قطعت كده في منسوب نص الدور وشيلت الحيطان انا بقولك ان فوق كل حيطة وتحتها في كاميرا طبعا لو قطعت في الحيطة وشيلت الحيطة دي خالص ها هشوف ايه هشوف الكاميرا معناها ايه معناها انها الحيطة دي لو قطعتها كده قطعتها خالص هشوف الكاميرا دي صح ولا ايه تمام خلاص يبقى انا عند كل حيطة هعمل كاميرا بنفس سمك الحيط يبقى هعمل كاميرا بنفس سمك الحيطة اللي كانت عندي ادي في البلان المعماري كانت حيطة ايه سمكها وليكن خمسة عشرين سنتي يبقى هرسم كاميرا برضو بخطينهم بنفس السمك اللي هو ايه او نفس العرض اللي هو ايه خمسة عشرين سنتي جميل نفس الكلام بقى في البلان المعماري كان في ايه باب طيب هو انا في البلان الانشائي يهمني خالص نرسم اه الابواب وشابيك لا ما هدي حاجة غير انشائي يبقى مش ابيانها يبقى هشير الباب اللي عندي هشير الباب ده وهشير الشباك ده هشيرهم معناها ايه معناه انها في كاميرا مكملة لو انا اقطعت في منصوب نص الدول وشيرت الحيطان والابواب وشابيك وبصيت لفوق ها هيبنل ايه القاميرات بالزبط اهو انا شيرت الباب اللي كان هنا ووصلت القامير ايه نفس الكلام هنا كان فيه شباك شيرته ووصلت ايه القاميرا هو ده اللي انا عملته في البلان الانشائي اهو شيرت الشباك ووصلت ايه القاميرا تمام طب ما لالقيه في النص ده بشمانتس ارجعت انا البلان معماري انا بقول لك ان نحط دي كتحيطة ونكملها كده بس احنا اقطعناها عشان نبين لك بس التفاصيل لجوه ماشي يعني في حيطة اينا كده في حيطة اينا كده تمام في البلان الانشائي اعمل ايه هشير الحيطة بس اكيد فوق الحيطة دي في ايه في كاميرا خلاص اهو هادي الكاميرا بتاعت الحيطة دي يبني انا بعمل ايه بخش على البلان المعماري اشوف كل الحيطان واحط مكانها ايه احط مكانها كاميرات كويس طبعا بيفضل ان احنا نعمل سمك او عرض الكاميرا بتاعتك بتساوي عرض الحيطة ليه انت دلوقتي اللي عندك في الاوضة في كاميرا هتلاقي خارجها كده ببروز من الحيطة الحيطة مسلا سمكات نشر سمتي والكاميرا خمسة وعشرين مسلا فوقيها كده هتلاقي في بروز كده طالع من فوق كده من ناحية السقف شكلها وحش اولا شكلها وحش ثانيا الراجل هو بيبيض بيتدايق هو بيعمل نهاشة كده بيتدايق ليه في حتة داخلة وحتة خارجة وبتاع الكلام ده كله بيقلل من سعر الايه الشقة ما تيجي كده راجل مقاوي اللي عامل شواء معانز بالمنزر اللي هو خمسة وعشرين سمتي كاميرا تحتها اتنشر سمتي حيطة دي والكلام ده وطرع ببروز كده لما بيجي الراجل يشتري الشقة بيقول له الكلام ده بيقى بنقص من سعر الشقة بتاعتك فطبعا الكلام ده احنا بنحاول ايه نتلاشا خالص كويس ايه كمان في البلان الانشاء عايز اوضح يبقى احنا خلاص وضحنا البيمز عايز اوضح حاجة اسمها اللي سلاب سيكنس اللي هو ايه سمك البلاطة او السقف اللي عندك انت السقف اللي انت عندك في الاوضة ده سمكه كامي طبعا سمكه انا ما يهمنيش خالص اذا كان انت عامل سيراميك ولا عامل بلاط ولا عامل اا موزايكو ولا عامل اي حاجة انا ما يهمنيش التشتيب خالص انا بيهمني الانشاء اللي هو ايه الخرصانة المسلحة بس السقف كخرصانة مسلحة بس سمكه كامي تمام فغالبا يعني سمك السولد السلاب اللي هو النزام اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي فتانية مدني غالبا بيبقى اخره مية وستين ميلي مية وستين ميلي يعني ستتاشر سنت ده اقسى سمك يعني ان نشتغله في الايه في التانية مدني يعني اللي هو السولد سلاب بعد كده بيبقى مش اقتصادي قوي ان احنا نشتغل سولد سلاب ونشتغل انظمة تانية نعرفها بعد كده في تالتة مدني بإذن الله خلاص يبقى بقضح حدث لا اسمها ايه السلاب سيكنس دايما بقضح السلاب سيكنس في المنظر ده بعمل كده شكل المعين ده اللي هو اللي سود ده ووضح الجواع حاجة اسمها التي اس اللي هي السلاب سيكنس خلاص التي اس دي طبعا بتبقى براكم ما بنكتبش تي اس كده بنكتب براكم مثلا ستاشر اا خمستاشر خمستاشر يعني خمستاشر سنت ستاشر يعني ستاشر ايه سنت طيب حاجة كمان دايما لما بقى فيه كاميرا كده فاصلة بين فراغين بعتبر ان الحتة دي كده لوحدها بلاطة او سقف يعني والحتة دي لها سقف مختلف يعني ايه يعني ممكن التي اس دي تبقى مثلا بستاشر ممكن دي تبقى باربعتاشر مثلا ما فيش اي مشكلة بقدام فيه كاميرات كده فاصلة بين البراطين او السقفين دول ممكن التي اس تبقى مختلف او ممكن تكون واحدة طبعا حسب الديزاين اللي انت بتعمله تمام ايه كمان عايز اوضحها في البنان الانشائي عايز اوضح البيم دايمينشنز البيم دايمينشن ابعاد القاميرا القاميرا بتاعتك دي ابعادها كم في كم يعني ايه كم في كم هي مستطيل يعني عرض فطو تاق كويس يعني القاميرا دي عرضها كم العرض اللي هو عرض الحيطة ده اللي هو كان حيطة وحاولناه القامير خمسة عشرين سنتي مسلا يبقى البي اللي هي البي سمول دي البي اللي هي العرض بيستغل خمسة عشرين سنتي طيب التي اللي هي ايه بقى? اللي هي الدبث. اللي هي الصمك او ايه او عمق الكامرا. بكام ده? فاردا مسلا يقول انه اربعين سمتي ممكن يبقى خمسين ستين سبعين ممكن يوصل لمتر. ممكن يوصل لمتر عشرين طبعا الكلام ده في الفريمات. تمام? بس ساعات هنوصل الكلام ده في الايه? في المنعة بتاعنا. الابعاد دي ممكن نوصل لها عادي جدا. ناشي. بنوضح دايما البين ديمينشن بالمنزر ده. بي في تي. يعني مسلا خمسة عشرين في مسلا اربعين. فاللي يقرأ الكلام ده يعني يعرف ايه? ان البي بيساوي خمسة عشرين سنتي. وان التي بيساوي كام? بيساوي اربعين سنتي. هي كلها كلنا متفقين عليها عشان نعرف نفهم اللوحة. انت ترسم اللوحة. انا مسكها وراك افهم انت ترسم ايه? تمام كده? حلو. خد بالك معي بقى. طبعا الديمينشنز برضو ايه? بحط دايمينشنز للوحة. ده مهم جدا. انا زي ما قلت لك الديمينشنز دي في اي لوحة. سواء معمارية سواء انشية لازم احط ايه? لازم احط الديمينشنز. طيب الحاجة المهمة بقى اللي انا عايز اقول لك عليها. فاكر في البنان المعماري لما كنت بقول لك عند تقاطع ايه? عند تقاطع حوائد. بيظهر الشكل ان انا الفصل اللي بين الحيطة والحيطة بشيله وبالكلام او الحيطة كده متدخلة مع الحيطة التانية. تمام? في الكاميرات ده? لأ. لازم افسر. يعني ايه? لازم. الكاميرا دي ايه? في خط اهو? اسيبه زي ما هو. ما شلوش. لو شلته. يا بانية كده بترسم حواق. انما لو حطيته جده بترسم ايه? الكاميرات. طب معناه ايه بقى? معناه ان الكاميرا دي اللي ايه satu صغيرе دي. بترمي حملها على الكاميرا الكبيرة اللي ايه وجد. دا فاهمني. فاهمني لكنة البيشمنتز. دلوقت انا بقولك الكاميرا بدان مكملة. الخط بتاعها مكمل كده. طيب هي القاميرا اللي شايلة. هي الكاميرا اللي ايه? اللي شايلة. انما بدام الكاميرا دي وقفت هنا كده ما كملتش. يعني ايه? يعني ايه? يعني ايه كده بقرب معينا. افرض مسلا بلان ده مكمل معايا. هي مش قوضة كده بس يعني المبنى مكمل يعني الكاميرا بيها تكمل معايا شوية. لو انا رسمت كده الخط اهو قطعته بعدين كملت كده. الخط ده قطعته بعدين كملته كده. خلاص? دي كده ايه? الكاميرا. يعني دي كده بتاع الكاميرا اللي اين? كويس. قولي بقى مين اللي شايل ومين المتشالة? انا بقولك ان دايما بدام الخط بتاع الكاميرا مكمل ما تقطعش يبقى اول ايه? هي الكاميرا اللي شايلة. ده بدام الكاميرا دي الخط بتاع تقطع كده وبعدين نكمل تاني يبقى كده الكاميرا دي ايه? الكاميرا متشايلة. خلاص? كويس. طيب. ها هو بقى باوضح لك هنا. يعني ايه الكاميرا متشايلة وكاميرا ايه? وكاميرا شايلة. الكاميرا دي سيمبل بيم. اللي هي بي وان دي. دي سيمبل بيم. فين بتاعتها? الساببورت بتاعها هي الكاميرا دي والكاميرا دي. يبقى اللي هي الكاميرا المتشايلة دي. ايه. الكاميرا المتشايلة دي هي البي وان. الساببورت بتاعها دول اللي هي الكاميرات دي. الكاميرا دي والكاميرا دي. يعني في الاخر البي وان متشايلة من ناحيتين على كاميرتين. خلاص? طيب. هي الكاميرا دي. الكاميرا اللي هي هنا دي. اللي هي برضو سيمبل. متشايلة على ايه? ايه الساببورتز بتاعتها? العمودين دول. يعني ممكن لو انا عايز ارسم الكاميرا دي كده كستراكشر هرسمها زي دي بالزبط زي دي بالزبط كده بس الساببورت بتاعها دول انا بقى فاهم من نفسي كده ان هما ايه هيبقوا عمودين مش هيبقوا كاميرتين انما في حالة الكاميرا بي وان دي الساببورت بتاعتها تبقى ايه الكاميرتين دول الكاميرا بي تو والكاميرا بي تو دي خلاص طيب كويس يبقى الكاميرا المتشالة دي بترمي الرياكشنات بتاعتها على الكاميرا اللي شايلها نفهم بقى النقطة دي هي يعني ايه كاميرا شعلها الكامرة اللي متشايلة بترمي الرياكشنات بتاعتها على الكاميرا اللي شايلها. اهو الطبيب البلاد، بالنسبة بالمنظر ده. فهي جاتقلب خد بالها. يبقى بالمنظر ده يبقى فهمنا الموضوع ده الموضوع ده هيقابلك كتير جدا. كاميرا شايلة وكاميرا متشايلة ده انت هتعمله في اول شيء عندك. لازم. طيب نخش بعد كده. انا دلوقتي بقى عايز اعرف انا ازاي بحس بالبي والتي بتوق البيم. لو تفتكر معي البيم دايمينشنز اللي هي بيف تي. انا عايز اعرف بقى. هو انا هعملهم بكام. طبعا هنعمل شوية افتراضات من عندنا عشان احنا لسه بس ايه? في الاول المنهج. انما بعد كده هنحسبها بالتفصيل المميل وهنحسبها بايه? حسابات دقيقة. انما في الاول احنا بنحسب حاجة كده ايه? السمشن كده سريع. هينفعنا في الرسم. طيب. فانا بقولك طيب اف بيم. لما يبقى عندك سيمبل بيم. خلاص. بتجيب السيكنز بتاعها اللي هو تي. اللي هو اللي سبان سنتر تو سنتر على عشرة. يعني اللي ده لو كان عشرة متر. يبقى عشرة متر على عشرة يبقى بيساوي واحد متر. يبقى سيكنز البيم متر. عمق الكاميرا متر. خلاص? طيب. لو كنتيوس باخد اكبر الل فيهم. لو انا عندي مسلا تلات اسبان زي ما انت شايف. هشوف اكبر اسبان فيهم. هو ده يبقى اللي بيجر. وقسمه على اتناشر. حاجات دي بقى للحفز. يا اللي هي البيجر. على ايه? على امسال الانتrale لو كان وتينووس. وبعد كده لو عندك بيم وسكنت Любر. عندك حالتين بتاخد الاجبار منه. طيب بناخد الاجبار فط بالك. هناخد الاقي بتاعة السيمبل اللي هي يقسم على اصدرا وناخد الكامل على ما انتين يقسم على خمسة. ونشوف الاجبار فيهم هي دي بتاع القمرا. طيب احنا كده مش منسع لنا ازاي ما نحسب بالتي. طب هزي هنحسب بقى الايه? البي. البي بقول لك دايما انا خدها بعرضك الايه? الحيطة اللي عندك. فانا لو عامل الحيطة اللي برا اللي هي خارجية زي ما قلت لك في الاول خمسة عشرين سنتي. يبقى القمر الخارجي كام خمسة عشرين سنتي. طب لو عامل الحيطة الداخلية اتناشر سنتي. يبقى هعمل القامرة اللي فوقها كام? البي بتاعتها باثناشر سنتي. يبقى دايما باخد البي اللي هو عرض الكاميرا بيتساوي عرض الحيطة اللي ايه اللي تحتها او اللي فوقها طيب سريعا كده السكنس ده مش دايما بيطلع رقم صحيح يعني ممكن ال ال دي بتبقى تسعة متر مسلا طب هي تسعة على عشرة بكام بو بوينت ناين بوينت ناين متر دي هينفع انا اخدها ولا ما ينفعش انا دايما بقولك باخد الرقم بقربه لأقرب خمسين ملي بالزيادة يعني ايه يعني ال ال دي لو هي تسعة متر يعني كم ملي يعني تسعمية ملي تسعمية ملي على عشرة بكام بتسعين ملي خلاص تسعين ملي دي هي فعلا متقربة لأقرب خمسين ملي اه مصبوط طب يا ال ال دي لو كانت اللي هي اللي سبان ده سبعة بوينت ايت متر مسلا يبقى بالملي بكم سبعمائة وتمانين ملي طب سبعمائة وتمانين ملي على عشرة بكام بي 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 بسبعة سوري بتمنمية ايه بتمانية وسبعين ايه ميلي. طب يا التمانية وسبعين ميلي دي متقربة لقرب خمسين ميلي. لا مش متقربة. يبقى لازم اقربها فتبقى تمانين ميلي. خلاص? دايما ما بنحاولش ابدا نقلل تي الكاميرا عن تبعين سنتي. لو اللي هي ربعمائة ميلي يعني. خلاص? فبنقلش ابدا ابدا عن ايه? عن ربعمائة ميلي. فوتبال اللي هو السكنيس ده. ما ينفعش يقلل عن اربعين سنتي. لان لو قلت عن اربعين سنتي الكاميرا بيش تشتغل تقريبا. او يحصل لها انبعاجات وحاجات كده. خلاص? فالكلام ده في الكود بيقولك ان قل تي الكاميرا بيسبع اربعين ايه? اربعين سنتي. طيب. ملاحظات ايه? ده كده شكل الكاميرا. انا هقول لو عندي عمود. وطلع منه كاميرا. وهذه الاسلابة اللي هي حواليها دي. طلع ترتفة كده وترتفة كده من الاسلابة. طبعا انا قاطع يعني باقي المبنى. كويس. لو خدت كروس سيكشن. فبقولك كروس سيكشن بيبقى ايه? بالمنظر ده. اه دي عرض الكاميرا بيه. وطلع كده. وده كده السمك الاسلابة اللي هو التي اس ده. خلاص? والتي ده ده عمك الكاميرا كله. من اول خط الاسلابة لغاية عخط الايه? اللي هو نهاية الكاميرا. طيب. فبقولك اهو. عادة. نأخذ عرض الكاميرا بيساوي عرض الحطة اسفلها. يا اما 120 ملي يا اما 250 ملي حسب الحطة اللي انت عملها. رقم اتنين سمك الكاميرا يأخذ روائمية ملي فيما فوق. زي ما قولك تيمينمم بيساوي روائمية ملي. وطبعا بيتم حسابه منين من الجدول. طبعا ما تجيش كده تقول لي اي كاميرا فيدي انا اخذها روائمية ملي وخلاص ما هي مينمم. طب ما هي مينمم. اش عالفك انها محققة الشروط اللي ايه? اللي في الجدول دي. اللي ايه لو سيمبل ولو كنتينوس ولو سيمبل ايه? وسكنت ليفر. لازم الاول تشوف لي الايه? العبعات بتاعت الجدول دي بتحقق الاول ولا لا. وبعدين لو قلت عن ربعمية ملي تاخدها بربعمية. يعني ايه? يعني فرضا السيمبل بيم دي جيت تحسب الاعلى على عشرة تلقى تي دي بتلتمية ملي. هينفع تقول لي ان السيجنس بيساوي تلتمية? لأ. احنا بنا بقولك بقى ان تي مينمم بيساوي كام? ربعمية. يبقى ايه لو بتاع عب تلتمية هتقول له لأ هناخذ الايه? التي بربعمية ملي. ماشي. في ملحوظة مؤمة جدا والناس بتتلقبط فيها. في عاجة اسمها الكاميرا مقلوبة وكاميرا سقطة. طبعا الكلام ده من دلوقتي هتعرفه زي اسمك. هتقابله كتير جدا. الكاميرا سقطة وكاميرا ايه? مقلوبة. خد بالك. انا دلوقتي لو جنا في البلان. رسم لك الخطين بتوع الكاميرا دول ايه? باسمهم لك سولد. اول ما تلاقي بلان انشاء مرسوم في الكاميرات سولد اعرف ان دي كاميرا ايه? سقطة. يعني ايه بقى سقطة? يعني الجزء الجزء ده نازل لتحت الاسلاب. دي الاسلاب ايه? الليل ايه? اول ما تلاقي السقوط بتاع الكاميرا ده. نازل لتحت الايه? نازل تحت البلاطة كده يبقى دي كاميرا سقطة. طب لو الجزء ده تلع لفوق. بالمنظر ده كده. بقت كاميرا مقلوبة. هتقول لي ايه ده باش مهانس? هي الكاميرا بقت فوق البلاطة? اه. هقول لك اه. اقول لي طب ازاي? مش انت بتقول لي ان الحمل دايما بيتنقل من البلاطة للكاميرا? يعني دايما الكاميرا ايه الليل ايه? البلاطة? هقول لك صح. اقول لي ازاي? حاجة فوق البلاطة بكون شايلها. هقول لك ايفها? دايما احفظها ايه? دايما القاميرا سواء سقطة او مقلوبة هي ايه? هي من تحمل البلاطة وليس العكس. لا مش فاهم. هقول لك. تنفيزيا عشان تعمل حاجة شايلة تانية بتخلي تسليح الحاجة دي تحت الحاجة اللي انت عايز تشيلها. بالروحة. دلوقتي انت عايز تشيل تشايل الكاميرا وتخليها تشايل ايه? تشيل البلاطة. فتحول تحط تسليح الكاميرا تحت تسليح البلاطة. طبعا الكلام ده تنفيزيا وهتعرفه قدام شوية. بس انا بقول لك دلوقتي عشان لو جيه طبعا اكيد هيجي لك فضول تعرف وهو ليه الكاميرا مقلوبة وبرضو شاي لك الايه البلاطة. فانا بقول لك او بقول لك تسليح الكاميرا يتحطي تحت تسليح البلاطة فهي كده شايلة. خلاص? سريعا كده في البلان لو انا رسم لك الكاميرا خطين سولد تبقى دي الكاميرا سقط. انما لو رسم الكاميرا خط سولد وخط منقط خط دوتة يعني يبقى ايه? يبقى الكاميرا دي مقلوبة. ناشي? مهم جدا الكلام ده. طيب تمام. المرة الجانية ان شاء الله هنتكلم على ايه? الفوينديشن. طبعا لسه كل ده بتكلم على ايه اللي سكيلوتون ده فكرني كده تاني? السكيلوتون ده اللي هو بقول لك كل الاحمال الرأسية. الاعمال ده بس اللي شايلها. الحوائط ما بتشيلش اي احمال رأسية ابدا. تمام? والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.